الاسم اه ما نقولوش الاسم ديه الكيك هاه اللي عمر خمسة عشر سانة ناني ادمي نورم صفت لي سؤال ولكن صفتوش حالة دي دابا ولات عندو 18 عام بغيتك تعاوني دابا انا كافر وعندي واحد العائلة متدينة بزاف ديه متي تعاودت السؤال وعندي خوية في السعودية ودك العام كانوا قالوا لي دابا رأى السعودية ولات زاهرة فيها الشاب خالتيش طحي ودك العام كانوا قالوا لي يا تمشي للسعودية تحج وقلت ليهم تل امجي ودابا هالعامجق ودابا مشيتي حجيتي على الحساب لنا يلا تنجاوب دابا السؤال دي وقالوا لي يا في الصيف تمشي وانا ما حاملش نمشي لدك طيط وارا الكحلة الكعبة دابا ما عاربت شنو ندير واش نقول ليهم انا ملحيد وما نقدرش نمشي ولا ولكن غاي طبقوا علي حد الردة ولدك هاي طبقوا عليك حد الردة ولا نمشي وخانت عدب بليز عاوني بصوت عبالي وده برا ديجة تروطار صديقي تقدر تكون مشيتي نو طبيك بالانجليش اوكي وعينا ما نقولوا الله درا وتنعاودوا فيها عينا ما نعاودون على هذه ولكن ذكر فإن الذكرة تنفع المرتدين راه الحياة ديالك في الواقع راه مهمة راه مهمة بزاف راه العلاقة ديالك في الواقع مهمة بزاف راه مهمة العلاقة ديالك مع والديك راه مهمة العلاقة ديالك مع أخوتك راه مهمة العلاقة ديالك مع الأصدقاء ديالك راه مهمة بزاف راه ما يستاهلش أنك تخسرها بسبب الدين ولا بسبب الإلحاد ولا ما تستاهلش أنت باقي صغير أصلاً 15 عامة صاحبي ما هي 15 عام؟ ما زل ما شيته؟ أنا أنا فكر أنت عندي 20 21 22 كنت متخلف عقلياً وكلناك اللي فكر فراسه يعني الناس اللي كبروا ده بفصين فكر أنت من كانت عنديك 20 عام وش مكتيش متخلف عقلياً فالسيد عنده 15 عام يعني أنت يا الله بديتي تتفرح القرية الداب فغادي تقول لي وما صاحبي يعني من الحمارة للطيارات بشي عنده بشي عنده ببكت ساطح معاه أنت يا صاحبي واصل واصل لركبته هتقول لي الواليد ورني الحد تت صوتك ما زال أرقيق فهمتيني ما زال ما ت ما زال ما قصحش فغادي فرعك يعني علاش أنت يا دير هادي وش دي بغيت غامر زع ما بغيت تدير مغامرات الملحد المغريبي ولا شنو بغيت تدير مغامرات كويفير ولا شنو صاحبي حاولوا تسعفوا را ما را ما ما شف في أفغانستان ولا في قندهار وشي في لاهور راكم عايشين في المغريبة صاحبي را المغريب بلد نافق بامتياز يك المغريب كل شي منافق يك الناس فين فين تكون الكورة فين تتسوق لشي واحد لشي جامع البار صار ريال لعبة يك كل شي يك المود ينبح وكل شي غادي تيقضي حويشو يكنا مشيتين البار تتلقع عامر وانت عايش في دولة تقدر تمشين البار تشرب وتمشي وهانية ما كن ما يتسوق لشي واحد وتجينا تبقى تقول لي يا وانا مو انت ازني وعايش بلاون صلعومية صاحبي فرف شو معانا شوية راح نمأزمين انا اكتر منكم انا مأزمين اكتر منكم لان انا ما كنش نسافي تتبان ملامح صلعومية يجي عندك شي باكستاني يفرع عليك راسك النار كامل ثم بعدها ما كنش اللي ما كنش يصد عليك راسك ما كنش اللي يجي عندك يبقي حاجة عليك ولا يقول لك يالله معانا ولا ما اجي معانا ارا ديرين الدعواء اجي معانا للجامع اجي مننا ما بسوق لك تاوحد تما صاحبي ديرلك شي قوي ديما وتعيش انتك فغير حاول انك ديما تفكر بان ارا اذا دفقك في الصراع مع العائلة لان لا هتربحوا الاشياء احتمال الكبير هو تخسر كل شي فايذا بقى على المنافق لقى واحد الاسلوب ديال اللي الحياة تعيش به واحد الاسلوب السلقك كان انك تدوز لهم بطريقة غير مباشرة سواء انك تاخد ديالش بطريقة ماريحة ديال الدين ودك شي تاخده بطريقة ماريحة والناس معروفين كين الناس اللي تيقول لك هادك كنت من هادوك اللي تيقولوا عليهم في المغرب الله يهديه الله يهديه كينين ركين معاش حالش يتنصر مليون مغريبي ده بتيقولوا عليهم كل نهار الله يهديه دك لولد عندي الله يهديه وانت يا ديما تدور تدور تقول لهم الإيمان في القلب الوالد صافي يجي نهار العيد خرج معاسي دي الخلات كوش شوية وصير انتايا صير تباح معاهم المناسبة ديال القصد كنتا واللول وتعيش انتيك مع راسكو بيخير واجي تخشم عخوتك الكفار في الفيسبوك وفي البال وفرفش مع راسكو والحاية تزوينا نعناع موجود قريش لا تموجودين والشمش المغريب عندكم الشمش يا صاحبي احنا قتلنا البرد هنا تتعرف دك اللي تيكون تيجاوب على السؤال شوية تيبدي يعود للمحاين دياله قتلنا البرد صاحبي هنا يا صاحبي ناقص ربعين دراجة واش حنا دي بابة والذب تيمشي نعسو ناقص لنا حما انت يخدمونا ما حاية ما قالوه يا صاحبي الأخي أخي كان الناس يال كان هذا أصحاب البرت يقول كاينة أخويا كاينة أخويا كاينة فأخويا غيرت تعدب على الأقل غير باش تدبر على رأسك وتستقل فهمتين انت مازل صغير غيرت تستقل بداتك وتكون عندك خدمتك ودك شيء دك سعب غيرت تفرشخ الرمانة فرشخها وأخي أنا لا أنصح بذلك لا أنصح بذلك يعني الحالة الوحيدة اللي تنصح بها أن الواحد يفرشخ الرمانة مع والديه وإلا كانت واصلا لي للأعظم ومسببالي في ديبريسيون ومسببالي حالة نفسية يعني الأصافي عندك حل واحد هو يا إما غادي نقول هل دارنا يا إما غا نتحر ديك غيرت تقول لي هاد لها طرح هادية نقول كسير أخا قولها لهم اللهم تتبز معاهم وتخرج من ديك الدبريسيون اللي فيها ولا ما تقول لهم وتمشي تنتحر ولا جهار هادية الحالة الوحيدة أما ديك اللعبة ديال أنا بغي نقولها لي هوم باش عنا عشكون أنا على واعر وادي ويستحراسهم على الحياة وذك شي أنا هنقول لك من دابة أنك غادي تندم عليها إلا في حالة نادرة إلا لقيتي شوية ديالتفى هوم وذك شي ولكن هاد شي نادر جدا اوكي ندوزول الناكست هنا سلام عليكم الأخ يشام يلا تحت في تشانيل ديالك غسيمانا دابة ودبرة عام واللي تناهر كامل تنتفرج في الفيديوهات ديالك الخدمة اللي ترتيم قودة أخي انت اب نادم في شكل صح عليك هدا جزيري ولا وجدي السؤال اللي عندي على شارلز داروين اللي ذكرته بزاف الفيديوهات اللي شفته وقالتي ان الكونسبت ديال النظرية دياله ماشي كيف الناس تيقوله اه سو كتب سو سين والو بحال الانجليه سو اشقال هاد سيد واش سميت الكتاب فاش فسر هادشي وهو داروين داروين معروش يعني ما سولتيش يعني بلي ديطاي هو داروين كتب كتاب اللي هو اصل انواع معروف غير ربما تتقصد وقالها شنو قال داروين واش قال بان الانسان اصله قرد وقالها شلي زي تقول وهشلي انا سنقوله معروف يعني اللي تعرف شوية في نظريات تطور وداروين لك شير داروين ما قالش ان الانسان اصله قرد صار Wr not pegarth of species by means of natural selection يعني هو راه اصلا الناس منيس ستتتكر عليه الكتاب ليالو ستتكر هل عنوان الرئيسي هو اصل انواع والكان يعني العنوان راه طول العنوان راه هو origin of species by means of natural selection يعني اصل انواع بالانتقاء الطبيعي ٥ اللي الحاجة الجديدة اللي اجاب هها داروين. ما هو التطور. داروين ما هو اللي يجب التطور. رأي جد دير داروين كانت اضر على التطور قبل منه. لا مارك. الناس قبل منه اللي كانوا عارفين. بيلي نعم. هادو حضروع لا على التطور قبل. يعني التطور كان معروف قبل من داروين. ولكن داروين الحاجة اللي يجاب. والس كان في في نفس الوقت. الحاجة الجديدة اللي جاب داروين واللي قدر أنه التوالص يعني راب جوج في نفس المنحة يعني اللي جابها جديدة واللي خلق اللي فعلا هي الانتقاء الطبيعي. ناترول سيلكشن. هذا هو الحاجة اللي يعني الميكانيزم الآلية ديال الانتقاء الطبيعي هي اللي دارت التطورة. أما التطور ركن معروف قبل. مسألة ديال أصل ديال ديال مسألة القردة هدي بطبيعة لحال الناس اللي غير سامعين تيقول لك. اللي هنا التد ديال القادية ديال الجد المشترك ركنت معروفة قبل من داروين. قبل من داروين هضروا ناس على أن مثلا العود مثلا والحمار وذك الشي ركن عندهم كان يعني بين جيين من شي جد مشترك. هذا الهضر هذا كانت. غير الانتقاء الطبيعي هو اللي دار ديال تفرح في الفهم ديال نظرية التطور. وهذا هو اللي تيميز داروين على حاجات. خل ما معطيتينيش سؤال ديالك ما معطيتينيش تفاصيل يعني شنو بالضبط اللي تتهضر عليه. فأنا حاول نستنتج شنو قصتي وصافي. الكتاب هو أصل أنواع را معروفة ديال داروين را كاين بترجمة العربية. إلا كتيت تعرف لونجلي حد كتبتي وكتبتي كونسبت وكتبتي تشانل. فهو the origin of species by means of natural selection. ولا origin of species كما هو معروف وصافي. را كاين pdf بالعربية بلونج ليبل الفرنسي بالعلمانية بأي لغة. حلوا ليبل الفرنسي حدا 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 اشتركوا في القناة